نتائج قمة جدة وأتابع ترحيبي بضيفك الكريم من السعودية أستاذ محمد أثناء التحضير لقمة جدة بدأت تظهر على السطح أمور هي بالأساس واضحة تماما الآن نحن ننتقل إلى ماذا تأت أو ماذا ولد مؤتمر جدة أو قمة جدة واحد نمسك بالتصريحات تصريح وزير الخارجية السعودي الفيصل الذي قال لا تعاون مع إسرائيل هذه العبارة لوحدها لا تنفي يعني هو قال لم يطرح التعاون مع إسرائيل بتاتا هذه العبارة لا تنفي التعاون مع إسرائيل ولا تعززه أو تؤكد عليه أو تسجلبه هذه واحدة نأتي بها واحدة واحدة هذه هذه النقطة بالذات تفضل وهي أكثر نقطة حساسة الآن في الشرق الأوسط العرب بشكل عام منذ عام 48 إلى اليوم 54 سنة وإحنا 74 سنة وإحنا على الشعارات وبدنا نحرر فلسطين وإلى آخره أشبعونا شعارات أشبعونا أهلكونا بالشعارات يعني شعارات حفظ أسد لوحدها تملأ البحر الأبيض المتوسط وبعد وتحد كل شعار مؤامرة المهم الآن نحن نذهب إلى وضعنا الحالي إيران تعشعش في البلاد العربي ومارست أحقاد لا يمارسها بني البشر أينما وجدت وفرقت وقتلت وأحرقت وكل شيء فعلته هل ننتظر إلى أن نحرر فلسطين بعدين نجي نندار على إيران نتخلص منها هذا الكلام يعني ضرب من الخيال نحن الآن بوضع المنطقة كلها تعاني من إرهاب إيران من تدخلات إيران من تمددها من قضمها لمناطق من تشييع المناطق أذهان يعني حتى عقول أبنائنا في المنطقة صادرتها إيران وشوهتها كما تريد الاستمرار بهذه الحالة هو الخطر الحقيقي اليوم أكثر من خطر إسرائيل إسرائيل عدو يحتل بلادنا ويحاول التوسع ضمن فلسطين ويتمدد على حساب الفلسطين هذا كلام لا ننكره ونره ويجعنا من أعماقنا لكن الذي يجعنا أكثر أننا لن نستطيع الالتفات إلى إسرائيل أو يعني حتى تحجيمها أو تقليل ضررها طالما أن إيران تعشعش بهذه الطريقة وتمارس هذه الأحقاد علينا وتفتتنا لذلك نلاحظ أن تصريح الفيصل جاء بمنتهى الدبلوماسية بأننا لم نطرح التعاون الفلسطيني التعاون الإسرائيلي الخليجي طبعا هو مول خليجي هو التعاون الإسرائيلي الشرق أوسطي هذا لم أقل وأكتفي بالتعاون العربي لذلك يعني نجد أن الضغط على أمريكا لتضغط على إسرائيل وتستعجل الحل مع الفلسطينيين وتلاحظ أن بدأت هذا الموضوع بدأ يعني يوضع على صفيح ساخن الآن لا يمكن يعني للشعب العربي ولا للحكومات العربية قبول إسرائيل مباشرة والدخول بتعاون عسكري ومناورات مشتركة وقواعد وإلى آخره قبل حل هذه المعضلة لأنها أقل ما فيها أنها تحرج الزعماء العرب الموافقين عليها أمام شعوبهم أو على الأقل حتى إذا ليس أمام شعوبهم أمام متبني الشعارات والذين يعيشون ويتعايشون عليها لذلك الضغط الآن كخطوة أولى هذا ما أقرأه من قمة جدة الضغط على إسرائيل للتسريع بحل القضية وإرضاء الفلسطينيين عندما يتفاهم الفلسطينيون سيقولون لنا أخي الله يعطيكم العافية صار لكم أربعة وسبعين سنة وإنتوا شايرين أعلامكم متهوسون إذن وإحنا تفاهمنا أمامكم متبني الشعارات أمامكم متبني الشعارات أمامكم متبني الشعارات أمامكم متبني الشعارات أمامكم متبني الشعارات